اشتركوا في القناة يا الله التوفيق والسلام للجميع في هذا اليوم وفي هذه الأشواطي والأخوة مشاهدين الأعزاء هناك فيها شعارات جميلة وشعارات قوية وشعارات حلوة يعني في هذا الشوت وسامي الهن وزنهن وثقلن أيضا سامي أيضا معروفات في هذا الشوت مشاهدين الكرام وهناك على مقدمة الشوت على مقدمة الشوت على مقدمة الشوت الذهب الذهب اللي ما أخذ المركز الأول السيد محمد بن مبارك محمد بن مبارك الدرعي واللي مطيوعي محمد بن مبارك المطيوعي ولكن على المركز الأول اللي غير أخذ المركز الأول في هذه اللحظات عندك يا بي الكليب الصياد صاد المركز الأول الصياد مشاهدي الكرام تعود الملكية لسيد محمد بن علي بي الكليب ما أخذ المركز الأول المركز الثاني تراجع فيه المركز الثاني مشاهدي الكرام الذهب لسيد محمد بن مبارك المطيوعي والمركز الثالث هناك لمركز الثالث مشهور سهيل بن مبارك بن مرخان والمركز الرابع عندك يا برشيد المركز الرابع اللي يخذ المركز الرابع ما أقض المركز الأول ما نقول سلام هو الحين عند خط قريب خط النهاية يا الله يا أبو علي المركز الثاني يصبح من نصيب المركز الثاني المركز الثاني مشاهدين الكرام من اللي هو سالهود تعود ملكية السيد سيف بن علي بيكليب يا الله سالهود وشاهد يا الله بنشوف يا الله يا بله هنا وإياك بيكليب يا بله هنا وإياك بيكليب سالهود وشاهد في موقع واحد مشاهدين الكرام اللي شاهد ما أقض المركز الأول لسيد سلطان بن علي بن هناوي يا الله وهناك سالهود لسيد سيف بن علي بيكليب ما أخذ المركز الثاني يا الله بنشوف الله 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 المنافسة قوية على المركز الأول سالهود اللي غير غير وخذ المركز الأول ما طاع سالهود يعني ما يرضى بالهزيمة ما أخذ المركز الأول وعملنا شاهدين مشاهدين الكرام يا أنا من حيث لا نعلم وخذ المركز الأول لسيد سيف بن علي بيكليب اللي هو سالهود المركز الثاني شاهد لسيد سلطان بن علي بله ناوي ولكن خلاص خلاص خلوني مع سالهود خلونا مع سالهود جماهيرك يا سالهود جماهيرك يحبونك يحبونك جماهيرك يا الله بنشوف يا الله هذا هو مشاهد الكرام سالهود يوصل إلى قريب خطة النهاية سالهود يقرب إلى خطة النهاية مشاهدين الكرام سلام يا المدام سلام سلام شربوا سلاماتي على المدام اليوم ما شاء الله تهانينا ونموس للسيد سيبن علي بيكليب عليه وسيحن بالمركز الأول المركز الثاني العبدالله بالراهيد المعدل المركز الثالث لبلهناوي مركز الرابع بالضبيع المركز الخامس لبلهناوي مركز السادس لبلرشيد والمركز السابع لبلندليوي مركز الثامن للسيد محمد بخميش بالهندي والمركز التاسع هناك للرشيد والمركز العاشر عند بن سليم أعتقد أنه المركز العاشر على عموم على كل حال تهانينا والناموس لسيد سي بن عين بيكليب على فوس الهود بالمركز الأول وتهانينة والناموس والمكرفون